أهلا بكم الحصبة التي كانت مسرحا لمواجهة دامية استمرت قرابة خمسة أشهر على نحو متقطع خلال عام 2011 استخدم فيها أكثر من ثلاثين نوع من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمتوسطة أسفرت المواجهات في حي الحصبة عن خسائر بشرية بلغت أكثر من 160 شهيدا و850 جريحا في صفوف المدنيين في المقابل ألحقت المواجهات في حي الحصبة أضرارا بالغة في الممتلكات العامة والخاصة تراوحت ما بين تدمير كامل وتدمير جزئي وتدمير طفيف في مايو 2012 شكلت أمانة العاصمة لجانا هندسية وفنية عدة لتقييم وحصر الأضرار من جراء الأحداث التي شهدتها البلاد وتعويض المتضررين الأضرار شملت بحسب لجان أو لجنة حصرها 2277 مرفقا عاما وخاصا ونحو 85 سيارة حكومية وخاصة المواجهات في حي الحصبة تسببت أيضا في تشريد نحو 250 أسرة تضم نحو 17500 إلى 20 ألف مواطن من منازلهم إضافة إلى التسبب في تعطيل أعمال 1600 عامل وبائع في المحلات التجارية والسوق المركزية لحي الحصبة إجمالية خسائر الأضرار المادية الناجمة عن أحداث الحصبة بلغت وفق تقديرات لجنة حصرها نحو 4 مليارات و122 مليون و857 ألف ريال التقديرات اقتصرت على الخسائر المادية ولم تشمل التعويضات الخسائر البشرية ونفقات علاج الجرحة فضلا عن 12 حالة متضررة لم تدرج بعد وفواتير رسوم خدمات المياه والكهرباء للبساكن المتضررة طوال فترة هجرتهم لها طوال عامين وثلاثة أشهر ظل التعويضات المتضررين رهن المماطلة والتسويف من جانب الحكومة ووزارة المالية في مارس الماضي تعهد أمين العاصمة عبدالقادر هلال ببدء صرف التعويضات بداية شهر إبريل الجاري واستعداده للاعتصام معهم في حال لم تفي وزارة المالية بتعهداتها وما بين وعود وتعهدات يبقى الأهالي في انتظار اليوم الذي تفي فيه أمانة العاصمة وقطع الأشغال ووزارة المالية بهذه التعهدات وصرف تعويضاتهم ترجمة نانسي قنقر